نظمت تنسيقية كربلاء تظاهرة على خلفية تعاقد مجلس المحافظة على شراء 54 سيارة نوع لاند جروزر جي أكس آر ثلاث منها مصفحة مؤكدين أن الوضع المالي للمحافظة لا يسمح بشراء هكذا عدد ونوع من السيارات مطالبين المعنيين بالالتفات إلى الخدمات والإعمار الجكسارات التي اشتراها مجلس المحافظة اليوم هذه السيارات ال54 تكلف كربلاء مبالغ طائلة من أجل الرفاهية التي يرنو بها أعضاء المجلس الكل يعرف محافظة كربلاء تعاني من شحة بل وانعدام الخدمات والآن وبكل صلاة فيتصرف أعضاء مجلس المحافظة بابتزاج الناس مجلس محافظة كربلاء عقد اليوم جلسته بحضور 16 عضوا غير أنهم رفضوا التصريح لوسائل الإعلام حول موضوع عقد شراء السيارات فيما انتقد المتظاهرون سياسة الحكومة المحلية بإزاء مطالب المتظاهرين للأسف الشديد لا أعرف الحكومة المحلية هنا ماذا تفعل اليوم عمال النظافة لم يستلموا رواتبهم منذ أشهر والحكومة المحلية هنا والأعضاء يشترون سيارات فارهة وفاخرة ورسالتنا واصلة لكل المسؤولين تشترون هذه السيارات على حساب دماء الشهداء والفقراء مع الأسف الشديد أنكم خذلتمونه مراقبون للشأن المحلي أكدوا أن هذه السيارات مضى عليها أكثر من عام كامل في ميناء البصرة ما يجعلها عرضة للاندثار فضلا عن هذر المال العام مطالبين المسؤولين بالإفصاح عن سبب شراء هذا العدد الكبير في ظل الأزمة المالية بقت أكثر من عام في ميناء البصرة أعتقد كان هناك نوع من الحرج من قبل المسؤولين المحلين لأنها صادفت في أوقات التظاهرات لذلك تأخرت جلب هذه السيارات إلى الوقت الحالي ما هي الأولويات الصرف عند الحكومة المحلية؟ أعضاء المجلس هم 27 عضو ما تم شراءه أكثر من 50 سيارة إذن هناك حالة من الترف في هذا الأمر أكثر من 50 سيارة كلفة الواحدة منها تصل إلى 60 ألف دولار وبذلك فإن المبلغ الإجمالي يصل إلى أكثر من 3 ملايين دولار بحسب مصادر صرفت على سيارات لأعضاء الحكومة المحلية في وقت يشدد فيه مراقبون على ضرورة صرف هذه الأموال على المشاريع المتوقفة بضمنها الصحية والأبنية المدرسية من كربلاء ميثم الجناحي الحرة